هناك أولاً موجود الآن يعني واحد ما يسمى بالمخطط تهيئة الساحلية الذي يهم جميع سواحل المغرب ويجب تفعيله وإعادة النظر فيه هناك قانون مشروع قانون كذلك يعني الآن هو في طور المناقشة في إطار الحكومة حول استغلال الفضاء البحري لأن تعلمون أن السواحل البحرية فهو فضاء هش خصوصاً على عمق الخمسة الكيلومتر من البحر وهذه القوانين كلها الآن سيتم تسريعها وتفعيلها حتى تكون حماية الأرواح أولاً ولكن في نفس الوقت كذلك حماية الشاطئ هش وهذا الفضاء الذي يجب أن يستغل في إطار عقلاني وفي إطار قانوني